موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت مننا تكونوا بخير وعلى خير أعيدكم مبارك سعيد ومرحبا بكم من جديد في مطبخكم مطبخ خنط الأصدقاء فبناء على الطلب متتبعي قناتي سنقدم لكم وصفة وطريقة تحضير ديال باري بريست هادي باري بريست عندها قصة داروا واحد لكورس من باري حتى البريست بالفيلو بالدراجة لهذا عطوها هاد سمية وعطوها هاد شكل دائري بحال الرويضة فعلى بركات الله سنبدأ تحضير الكريم باتيسية اللي أسبق لي وحضرتها في القناة سنعودها معكم مرة أخرى أما بالنسبة للمقادير سنضعهم لكم في صندوق الوصف هنايا غدي نفيض الحليب حتى كيطلع الفيضة 250 جرام وكنتطرب البيض مع ساندة عندي 50 جرام ساندة وبيضة واحدة هنايا خديت كمية قليلة لأنني ما بحتاجاش بزاف غدي نحتاج غير القدر اللي بغيت خديت أنايا مقياس ديال سيركل دائري ديال ساز سنتيمتر دو ديامتر غدي نطرب مزيان حتى كي يدوب لي داك ساندة يعني ماشي بالشرط أنه يبيض أو أو يكبر يكبر في السمك ماشي مشكيل غير نطرب حتى كي يدوب داك ساندة في البيض ومن بعد كنزيد هنايا عندي بودرة كريم بودرة ديال كريمة وإلا ما عندكم شتقدرو تستعملوا الناشا بنكهات الفانيلا هنايا كان حاولو باش من نكونوش دوك الحوبيبات كان نمزجوهم زيان كانت تلقوهم زيان في داك الخالة ديال البيض وساندة وفي نفس الوقت راها الحليب كيف يضب حدانا أردو البلع ليه فضروري كانوش دولاك خيم باتي تي غيال لأنها كتحتاج باش تبرد من بعد من كيف يفضلينا الحليب كما كتشوفو كان نقصو شوية من البوطان وكان كبو غير واحد الكيمية قليلة باش كان نمزجوهم زيان كي يتلقلين فيه فهنايا واحد الملحوضة صغيرة ومهمة جدا لكريم باتي سيا قدرتاغي شوية لحد في القد لأن المعروف عليها ما كتسناش في تلاجة إلا كترنا كلت أيام وكتلح ما خصاش تبقى لأنها كتكون ميكروبات دي باكتيري من بعد كن رجعو كل شي في الكاثرونة وكان بدون نمزجو بشوية بشوية كن رضب لنا باش ما يتحرقش لأنه كيتحرق بسهولة غير 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 نقفلو شوية كيتتحرق هذا هو الديفو ديالو كنزيد شوية في البوطان وكان بدون نمزج بلا ما كان حبس كان بقى نمزج حتى كيبدأ يتقال أنا كنقرب لكم الكاميرا شوية باش كتشوفوه السمك ديالو كيفاش كيويلي وكيفاش كيتقال وخاصة أني كيكوننا واحد الفوقعات من الفوق فهنايا كنعرفو بأن لك خيمبة تسيغ ديالنا وجدت ضروري كي ديرنا هاد الفوقعات كننخلي وغي شوية واحد ومن بعد كنحيدو من فوق البوطة وكانديرو فواحد الصحن يعني اللي عندنا كنحطو فيه هو لتبصيل على حساب القياس اللي عندنا ما حدو سخون هاكا وكانديرو عليه الفيلم على السطح ضروري يكون على السطح باش ما كيكونناش واحد القشرة ومن بعد كنديرو فتلاجا يبرد إلا كنا مزروبين كنديرو فالكونجيلاتر وإلا ما كناش مزروبين كنديرو فتلاجا كي يبرد على خاطر هنا غادي نحتاجوه من بعد والكمية قليلة دونك غادي نديرو غيف الفخي فتلاجا عادية الوقت اللي غادي ندير فيها لاباتا شو غادي يكون بردلية فيه غادي نزول مرحلة التانية لتحضير لاباتا شو تبق لي ونزلتها في القناة أما بالنسبة لمقادر اللي حتاجت اليوم غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف كنديرو لما يغلى كنزيدو عليه الملحة والزجدة كذلك وغادي نخلي واحدة كتدوب من بعد كنزيدو الطحين دقا واحدة مرة واحدة وكنحركوها مزيان حتى كتبدا تنشف وكتجمع لينا وفي نفس الوقت ما كتلسقش في الكاسرولة في الكاسرول كي ما كتشوفوا هنا إلا بغيت كنقل نشف لكاسرول واحدة لخمسات دقايق تقريبا حتى كتنشف مزيان وكنحيدها وعاد كنبدن نزيد البيض وإلا كنضيق الوقت بحالي فكنستعمل هنا اضطرب الكهربائي بهذا الافي كي بدي يضطرب مزيان دي كلافا بوعك تطلع وكتنشف لابات مزيان عاد كنبدن نزيد البيض وحدة بوحدة هنا يحتاجي تلتلاتة ونص كنزيد ببيضة ببيضة كنزيد البيضة اللولى وكتكت جمع مزيان عاد كنزيد البيضة الثانية ومن بعد كنزيد البيضة الثالثة وكنطرب مزيان وهنا من طبيعة الحال كنوقف شوية وكان نراكلي الجناب كنجمع الجناب والتحت باش تشي بلاصة ما تلقاش ما ماخدوه ماش هنا كنشوف لابات ديالي ما زال محتاجة شوية للبيض الشواكي كما زالها تقيلة لونك هنا كنزيد غيم السبيضة لابات ما خصاش تكون تقيلة وما خصاش تكون خفيفة بززاف لانا فكلتا الحالتين ما غديش تستقلينا هنا باش كنعرفوها وجدة كي ما كتشوفوش تتهبط كتهبط بشوية وهالطريقة حتى هي شو كذا جدرت هذا بحلسا نطير في السباتول وفي نفس الوقت كنديرو هاد الخط إلا بدك يرجع بشوية كنعرفو لابات ديالنا واجدة مع النتاشي إشكل وغا تستقلينا مئة في المئة لونك أنا محتاجيتش لنص البيضة لاخور كنخليه باش كندغي به كندهن بها من بعد هنيا كما شفتو كناخد هاد السركل ديال ساز سنتيمتر دو ديامتر أي حاجة عندكم دائرية على حسب المقدر اللي باقي ندير انتوما كندير السركل اللول وكندير السركل تاني هنيا خديت اندوي مميين متوسطة هاد الرأس هادا كيكون متوسط وهو اللي كندير به هاد لابات ديال باقي بغاست وكان زيد السركل الثالث من الفوق كان شوية لفوقعت فلا بقت لان انا ما زال غادي ندخل هاد شي من بعد وهنايا كناخد واحد لاتات دوي اللي كتكون رقيقة على المتوسطة نمره تحت منها وكندير لشامبرير هادا كنديره الوسط بالنسبة للناس يعني اختياري من الناس اللي ما كيبغوش بزاف الكريمة راه كيديروه باش كنديروه الوسط باش منديروش الكريم بزاف والناس اللي كتبغي الكريم بالسفرة ما كتديروش ما كتستعملوش من بعد كندهن مزيان وكان قد ديفويات بالشيطة لاشو مغايغ هادك الشامبريف استغور ماشي مشكيل باش مندهنوش ومن بعد كندير شوية اللوز من الفق كان زوقو وكان حطوهم في الفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى الـ 25 دقيقة فهد مرحلة هاديرا حطيت الفرن كي يسخون 180 درجة على 10 دقيق ندوزو المرحلة الثالثة والاخيرة اللي هي تحضير لكريم بخاليني كانت ربز بدم ديان حتى كترطاد كتولي بحل بومات اللي خرجناها من تلاجا من قبل وكانزيدو عليها البخاليني وهنا ملحوضة مهمة خاص ضروري تكون الزبدة حرارة المطبخ والبخاليني حتى هو نفس الحرارة ولك خمباتي سيغت هي نكون وخرجناها قبل من تلاجا باش ما كتبقاش جامدة بزاف وكان نطربوها وخاص ضروري تكون نفس الحرارة يعني حرارة الزبدة حرارة البخاليني وحرارة لك خمباتي سيغت تكون عندهم نفس الحرارة لانا الى كان شي بارد وشي دافي كيكون نحو بيبات ولك خمبت خاليني دينا ما كتصدقش هنا كما كتشوفو ها هي ارتباع كتبري ناجيها كنخليوها في الجانب وهنايا كنخرجو كتكون خرجات لنا بيسور لباتة شو متعنا ديلا تغيب غيست مع الشامبري اللي كي يجي الوسط شامب غائر ومن بعد كندوزور مرحلة المونتاج كنقطعو دك الشابو من الفوق وكيلك يقطع من الوسط ماشي مشكيل انا يا اختاريت نقطع الشابو من الفوق لانا ني درتدك لشامبري باري بريست فعلا كاز بغي شوية دلوقت لكنها كتستهل تستحق تجريبا جربوها وخاصة هاداك لك خيم بخاليني عندو واحد الماضاق خاص جدا ومعروفة اصلا باري بريست معروفة بالبنة ديالها وبالشهرة ديالها من طبيعة الحالي لما عندناش الوقت هنقدرو ننضمو الوقت ديالنا نجدو مثلا لباتاشو نجدوها قبل وندروها في بلاجة ولغد عدن نطيبوها لك خيم باتيس يقتهي كذلك نجدوها ولغد عدن نستعملوها ماشي مشكيل كما كتشوفو عملت الراس مسنن دا بغادي نخضو بهالطريقة كان ميل شوية يدي بحال هكا وكان بندير سيحكي كان بقى ندور بحال هكا وما تقلت شوية باش كتشوفو كيفاش كان دور وفي نفس الوقت كان دور بغادي بغاست حتى كان سهلي فكيما قلت لكم لباتاشو كيمكن لنا باش نحضروها وندروها في لابوش ولغد عدن نطيبوها ويمكننا كذلك نطيبوها ونخرجوها وندروها في الكنجيلاتور وحتى لغد عدن نستعملوها أما الكريم بخاليني فهي اللي ما خاصه تبقى بكلها جب زف يعني الكتير تلتيام لأنها فيها الكريم باتيسياغ الكريم باتيسياغ فيها صفر البيض وصفر البيض معروف عليه كيجمع لي بكتيري بسرعة يعني لكترنا تلتيام يعني نوجدو الكريم باتيسياغ الليلة قبل ولغد نخدموها وعندنا يومين باش نناكلوها او نهارا هدي لا بقات لانها كتتكل بسرعة بكترة لدة ديالها كتتكل بسرعة أنا بعدها مشات لما مجوغ هنا يقدرون نديروها فردية او عائلية فردية كتتاخدو اي حاجة كتتعبرو بها اما يعني لحسب ديال ما تخلي بغيتو على حسب تستخلي بغيتو زلافة او شي حاجة دائرية كان عبرو بها الا ان هنايا خاسنا نرى تبنى على الوقت ديال طياب ماشي نفس الوقت لانهم صغار ديال كيطيبو يعني من خمستاش دقيقة الفوق كان نتابهو للفرن مي حداري 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 كان اكد الفرن ما يتحلش مني تكون لاباتا شوفيه بحل كيكا اين فوقيت تحل راكا تفش صافي مكا تصدقش منيس كل لاباتا شوف الفرن ما نحلوش منشوفو غي من الجاجة وان ما عندناش الجاجة ما نحلوش كنشوفو الوقت بالنسبة لها دي راخدت لنا خمسة وعشرين دقيقة وإلا كانوا صارت ياخدونا من خمستاش حتى العشرين يعني ما نحلوش قبل فهاكا وجدت لكم بغيت كما كتشوفو كتش هي كنديرها في التلاجة كنسو بودريها بعدها بسوك غلاس وكنديرها في التلاجة كتبرد عادتك نقدمها فإلا عجبتكم الطريقة لتحضير وجدتكم مبساطة كالعادة ما تبخلوش عليها باللايك واشتراك وتفعيل الجرس وبارتاجي وبارتاجي لسفيد الجميع